اشتركوا في القناة لأزمات الطاقة وإمدادات الطاقة وإمدادات الغذاء اليوم نتكلم عنها والصحة وما أدراك ما الصحة نحن في منطقتنا العربية أصلا لدينا ما يكفينا من البلايع شيء ورثنا من الأجيال السالفة مثل موضوع فلسطين والعراق وحتى اليمن وشيء حدث اليوم لما أقول اليوم يعني هالسنوات الأخيرة مثل كيفية التعامل مع التيار السياسي الذي يصفه البعض بالأوبامي المؤدلج الحاكم لأمريكا أقل هو حاكم لأمريكا كما يبدو لنا حتى اليوم هل يحدث تحولات أو ربما حدث تحولات يبقى فقط لا علينا من تحولات الخارج يبقى فقط التعويل كل التعويل على التعاون العربي المثمر والجادل ومن أهم مظاهر هذا التعاون ولا أظن أحد عاقل يجادل في هذا التعاون الحقيقي وبالمنتج وهو التعاون السعودي الإماراتي الذي أصفه ويصفه الكثيرون بالإستراتيجي شركاء الندوة اليوم الأستاذ حمد الكعبي رئيس تحريج جريدة الاتحاد الإماراتية والأستاذ منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السعودي فحياكم الله وبياكم نبدأ بضيفنا اللي جاي من أبو ظبي حياك الله وحمد الله على السلام نبدأ على طول أستاذ حمد عشان بس نجعل هذا الموضوع فاتح للحوار ونتشارك فيه النقاش اليوم نلاحظ كأن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن بدأت بإحداث تحول ما في التعامل مع دول العربية وأخص بذلك السعودية والإمارات ومصر إلى حد ما من سياسة الضغط والمواجهة واستخدام عنوين حقوق الإنسان وما إلى ذلك إلى الآن سياسة أكثر براغماتية وأكثر عملية فإلى ماذا تعيد هذا التحول في تعامل إدارة بايدن مع السعودية والإمارات بسم الله في البداية مسي عليكم بالخير ومشكورين على هذا الموضوع وهذه الندوة أنا أعتقد أن هذا الوضع ليس بجديد على دول منطقة وليس أيضا بقريب على دول منطقة فلا كانت تتخيل أو لا كانت تتأمل أمريكا في آخر ثلاث فترات رئاسية دعنا نتكلم عن آخر 15 سنة وآخر عقد أو عقدين من الزمن منذ متى كانت دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية تتغير في تحالفاتها الخارجية بتغير رؤسائها وزعمها هذه دولة مؤسسات وهذه دولة كبيرة ولديها مصالح في الشرق والغرب ومن أهم هذه الأشياء ومن أهم ما يجعلها مهم أنها هي داخلة في كل ملفات العالم من الشرق إلى الغرب وهي الدولة الأولى في العالم ولذلك دعنا نتخيل يعني في آخر فترتين فترة الرئيس ترامب ربما تخلى عن فكرة ملف التغيير المناخي وفرض أخرج من التفاقية باريس وجعل هناك كثير من الأمور التي ربما نتخلى عنها أو اتجه لها مثلا سواء كان مع القارة الأوروبية أو حتى مع الشرق الأوسط وفي قضون شهور بسيطة ومع انتقال للسلطة في الولايات المتحدة الأمريكية أتت هذه الإدارة التي ربما عادت كل هذه الملفات وكأن المسألة مسألة بما فيها الاتفاقية مع إيران بما فيها الاتفاقية مع إيران التي يلغاها ترامب والآن يحاولون العودة إليها ومن قصة إيران أيضا نعود الموقف السعودي والإماراتي فرض نفسه على طاولة البحث الآن حتى مع محاولة إحياء اتفاقية أوباما الخمسة زيد واحد اللي كانت موضع نقد شديد أنه أبرمت في أمر دبرا بليل دوم أهل المنطقة أهل الشأن يدرون عنها اليوم أعتقد أن الموضوع شوي مختلف مع أنه في محاولة لإشراك دول المنطقة في الموضوع بشكل أو بآخر لكن ليس ليس يعني اللي أبغى أقول أن الأمر ليس كما كان في السابق الآن في دول يجب أخذ رأيها في هذا الموضوع هي مشاطئة لإيران على هذا الساحل وبالتالي عدم أخذ رأيها قد يعطل الاتفاق لاحقا ولا لا يا أستاذ منيف ما في شك يعني خلنا نذكر عندما نستدعي العلاقة السعودية الإماراتية هذا يجرنا إلى الحديث عن لماذا وقع الاتفاق النوي خمسة زائد واحد تعرف السعودية لعب الدور في استقاط مشروع الفوضى الخلاقة وكانت الإمارات سند مع السعودية في البحرين في مارس 2011 ثم في التغيير السياسي الذي حدث في مصر في 3 جولاي 2013 ثم في عاصفة الحزم في مارس 2015 بعدها بثلاثة عشر تم توقيع الاتفاق النوي خمسة زائد واحد وأطلاقية إيران في المنطقة وأعطاها 150 مليار دولار فهذه إحدى المؤشرات نتيجة فشل مشروع الفوضى الخلاقة الولايات المتحدة ترى دائما يجب أن يكون هناك ديمومة الخطر الإقليمي يعني الآن المشروع النوي الإيراني لعشرين سنة خمسة عارية من الحديث عنه لأن الولايات المتحدة حريصة على الإمساك باستراتيجية مهمة وهي ديمومة الخطر الإقليمي تتغير الأسبوع من كما لا تترك إلى الشاه إلى عبد الناصر إلا شاه مرة ثانية إلى صدام عسين هذا الموقف من الرياض وأبو ظبي جعل الولايات المتحدة تعيد قراءة المسائل من جديد مع ترامب رأينا من أفضل الحقب في السياسة بين الولايات المتحدة وشركاء الاستراتيجي في المنطقة في حقبة ترامب يا أخي أنا أتذكر كلام الرئيس أوباما الشهير في ذا أتلانتك اللي كان حتى الصحيفة عبرت عنه بعقيدة أوباما قبل رحيله قبل رحيله بقليل اللي هو خلاص يعني يريد أن يفصح عن كل ما لديه لم يبقى لديه ما يخسر خاصة أنه ولاية ثانية قال أنا لا أستطيع تحمل الراكبين المجانيين وأنه على السعودية ومن معها وحلفاء أن يتفاهموا معيران لتقاسم المنطقة يعني كان ذاب الثلج وبان المرج واتضح ما تحت هذه الأقنعة لكن الحقيقة وهذا ليس مديح للذات أنا أعتقد قاعد أتخيل المنظر أستاذ حمد لو ما فيه تحالف سعودي إماراتي ومصري لاحقا طبعا البحرين سنتكلم عن التحالف اللي فيه قوة مالية قوة اقتصادية قوة دبلوماسية قوة عسكرية كيف كان حيكون شكل المنطقة يام الربيع العربي تخيل معي صحيح ولكن تتخيل أيضا أو لكن تثق أن هذه قيادة المملكة العربية السعودية وقيادة دولة الإمارات المتحدة تعاملت مع كل هذه الملفات بتوازن شديد بتوازن وأعني هنا بكلمة التوازن أنها حتى في أحلق الظروف مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت الإمارات والسعودية تتعامل بثقة بثقة كاملة في هذه الملفات سواء ملفات الربيع العربي أو حتى لاحقا للتفاق خمسة زايد واحد صحيح وهنا ما يميز هذه النواة وهذا التحالف الأولي مثل ما ذكر الأستاذ منيف لو تأمننا لو لم يكن هناك تحالف بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في البداية وهذا العزم والإرادة الصلبة التي كانت بينهم كيف سيكون شكل المنطقة اليوم صحيح؟ لا سمح الله مصر كيف سيكون شكلها؟ كيف سيكون شكلها؟ والبحرين دواروا اللؤلؤة وما إلى ذلك وشبه ذلك وكيف سيكون وضع المنطقة اليوم؟ كانت الخريطة ستتغير كثيرا ولكن بفضل من الله وبفضل قيادة هالبلدين والوقوف بشكل حازم وفعال أدوا إلى إعادة ترتيب الصف من جديد للدول العربية لأن انضمام مصر ضمن هذا التحالف وربما انضمام الكثير من موجودين في الدول العربية رغبة في تحقيق الاستقرار تحقيق الرخاوة للشعوب وبهذا التحالف الذي صار وبهذا الاتفاق الذي صار أسمى في حل أمور كثيرة خربط أوراق الغرب وخربط الأجندات الغربية الموجودة في المنطقة وجعل للمنطقة هيبتها وكلمتها صحيح؟ ما يميز مشاري الرياض وأبوظبي فهمهم المتجذر للسياسة الأمريكية وفهمهم المشهد الداخلي الأمريكي والسياسة الخارجية الأمريكية وحظيوا البلدين بوضع سفراء متمكنين في واشنطن يستطيعون من خلالها قراءة المشهد الأمريكي بشكل مسبق ووضع الاستراتيجية المناسبة دعنا نعطيك مثالين في هذا الأمر هناك حالة غضب من الرياض ومن أبوظبي على موقف إدارة بايدن في موضوع الاعتداد الحوثي المدعوم من إيران لم يرتقي لمستوى الشراكة الاستراتيجية حتى الخطاب السياسي الصادر من البيت الأبيض وبالذات من المكتب البيضاوي لم يرتقي لهذا الشراكة هذا الغضب وصل بشكل حادي دون أن يصطر مصدر مسؤول سعودي أو إماراتي يتحدث عن هذا الغضب ولكن هناك تصريحات وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي عندما تحدث عن تنوع خيارات التسلح أيضا في أوبيكا بلس طيب على أوبيكا بلس منيف لأنه يستحق نقاش مفرد الحالة فأنا أستأذنوكما بس في نأخذ فاصل وجيز ونرجع الموضوع أوبيكا بلس ونرجع الموضوع كمان أفاق أو مستقبل هذا التحالف وفي ناس ممكن يقولك هل التحالف يقتضي التطابق الكامل أم أن قوة التحالف في تنوعه وتعدد آرائه هذه وغيرها بعد فاصل وجيز مشاهدين لا تذهبوا بعيدا مرحبا بكم من جديد قبل الفاصل كنا نتناقش مع الأستاذ حمد الكعبي رئيس تحريج جريدة الاتحاد من الإمارات والأستاذ منيف عماش الحربية الكاتب والمحلل السعودي عن التعاون الاستراتيجي بين السعودية والإمارات منذ الربيع العربي يمكن قبل الربيع العربي حتى لكنه تجلى في الربيع العربي والدليل على أنه تعاون قائم على أسس حقيقية هذا رأي على الأقل يمكن بعضهم يقول لا جديد أنه موجود مثلا موضوع مصر أيام الملك عبد الله الله يرحمه التدخل لإنقاذ مصر وكذلك التدخل لإنقاذ البحرين أيام الملك عبد الله رحمة الله عليه وأيام الشيخ خليفة بن زايد رحمة الله عليه وبهذا المناسب نقدم العزاء في فقيد العرب كلهم الشيخ خليفة بن زايد ونبارك الشيخ محمد بن زايد القيادة الجديدة ومع ذلك استمرت هذه العلاقة مع القيادة الجديدة في المملكة العربية السعودية الملك سلمان ولي عهده وكذلك الشيخ محمد رئيس الدولة اللي بوصل الله أن الأشياء التي تبنى على أسس راسخة ومصالح ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص والقيادات والدليل على ذلك ما نشاهده اليوم من تشابه كبير في المواقف حيال السياسة النفطية في العالم أوبك بلس اللي حاولت أمريكا تضغط وأيضا حيال موضوع الحرب الروسية الأوكرانية اللي بنجي لها بعد شوي بس حيال خلينا نبدأ موضوع تطابق السياسة البترولية في هذا الصدد التنسيق السياسة النفطية أو الطاقة بين السعودية والإمارات طعم هذا الموضوع أنا بوجهة نظري ليس جديد وليس وليد بين المملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات هذا الموضوع متجذر منذ الأزل أيضا أكاد أن أجزم أن العلاقة بين الإمارات والسعودية لم تربطهما المصلحة أو المصالح أو ما يسمى مصلحة وإنما الرابط الوثيق بينهم هو رابط المصير المشترك مصير المنطقة نعم وبالتالي دعنا نرجع قبل الربيع العربي نرجع شوية للخلف يعني عشرين سنة ثلاثين سنة سنجد أن الإمارات والسعودية وقفوا بجانب مصر في حرب أكتوبر نعم وكان أنا ذاك كراحل المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه والملك فيصل والملك فيصل رحمة الله عليه لو لا هم هذين يعني القائدين لما استطاعت مصر تتجاوز حرب أكتوبر أيضا بالإضافة وهم السبب يعني في قطع الإمدادات النفطية عن الغرب حتى يعود هذا العدوان طبعا بحيادة الملك فيصل رحمة الله بحيادة الملك فيصل نعم وأيضا دعنا نتكلم عن أحداث الكويتية العراقية نعم لولا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وقوفهم بجانب بعض وعملهم المشترك السياسي تجاه العالم يعني هذين دولتين هما الذين سعوا إلى يعني جلب ثلاثين تحالف ثلاثين دولة للدخول في تحرير كويت بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا ومصر وغيرها من الدول العربية بمعنى يعني المملكة العربية السعودية اليوم والإمارات العلاقة الوثيقة بينهم التحالف ربما نحن في جيننا ربما سميها كتحالف ولكن في الأصل هو موجود ويعمل فيه منذ 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 الغدام يعني دون أن يسمى دون أن يسمى نعم وربما العصر الحديث أو الفترة التي اشتغلنا فيها أو عملنا فيها وعاصرناها طلعا تناكي يعني مصطلح التحالف بما يتعلق التحالف أو عاصفة الحزم وشابه ذلك ورغبة في عادة الشرعية لليمن هو ليس فقط في عاصفة الحزم من أظن العلاقة وأنا ارتضيت أن أسميها في هذه المائدة من النقاش التعاون الاستراتيجي ولما أقول استراتيجي أنا ما أقصد بس ترى الملفات السياسية أو الاقتصادية أنا في نظرك بالنهاية إنسان عربي ومسلم أعتقد أنه من أهم أوجه التعاون والتحالف التعاون الفكري والثقافي لما تشوف موضوع التسامح وتعزيز التسامح وتكريس التسامح محاربة التطرف الديني من المملكة العربية السعودية مهد الإسلام حاضنة الحرمين نبع العروبة ومن دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمثل نموذج مشرق للنجاح والتنمية في العالم العربي هذا يدفع باتجاه مشروع مضاد نحن شايفين المشاريع اليوم تشوف مشاريع الإسلام السياسي الشيعي والسني ما في شك أنا أعتقد هذا يمكن يعني السياسة تروحه تيجي الحرب الروسية الإكرانية بتخلص يومما العزمات الاقتصادية يعني تطلع وتنزل هذه طبيعة العالم نحن عايشين طبيعة على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداري والأقداري لكن تعاون الفكري والروحي أنا ممكن أكون مخطئة بس أنا أشوف أنه أهم خلنا أرجع أخم شهري إلى أنه لأول مرة سعودية تعسس مجلس تنسيق مع دولة كان مع الإمارات في مايو 2016 وخلوة العزم التي عقدت وكان هناك توافق على 44 مشروع على العطر الثلاثة لاحظ لم يكون الحديث عن تعاون استراتيجي وهذا مصطلح جديد أدخلته هذا التنسيق بين رياض وعبوظبي إلى مفهوم التكامل كان الحديث عن التكامل في البعد السياسي في البعد الاقتصادي في البعد العسكري في المشاريع امتدت هذا المشاريع إلى مشاريع مشتركة في النفط والغاز والبيترو كيميكول ولعل أبرزها في الهند كان هناك استثمار مشترك التعاون على أوجه الحياة لاحظ الآن الخطاب السياسي السعودي متكامل مع الخطاب السياسي الإماراتي الخطاب الثقافي متكامل الخطاب الاقتصادي الخطاب العسكري الخطاب النفطي فالآن نعتقد أن المجلس التنسيق السعود الإماراتي نقل العالم العربي إلى مرحلة جديدة تعرف كانت العالم العربي يضج من المشاريع الوحدوية الفاشلة التي لم نرى نجاحا إلا الوحدة التي أسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن والشيخ زائد في الديمارات الله يرحم الجميع هذا الاستثنائي القذافي تعرف المشاريع القذافي الخرافية الوحدوية ما صار شيء منها بالعكس صارت وبال الجمهورية العربية المتحدة اللي بين سوريا ما طورت قاعدت شوي حتى الاتحاد اليمن بشطري يعاني وما زال يعاني هبوط والنزول الوحدتين اللي تموا والغريب لم يتلقاها الإعلام العربي يعني بناماذ جنان طبعا وحدة الملك عبد العزيز العظمى وأيضا وحدة الشيخ زايد الباعثة على الفخر كلهم ناس بتعبير ذاو هؤلاء ناس تخرجوا من الصحراء صحيح وعملوا هذا الأعظم وحدتين يعني في العصر الحديث ولا يجبون يعني أو يذكرونها بشيء كثير وهذا أنا ما يعني يحتاج تأمل بصراحة يعني أنا ما أدري وش سببه بس أيضا من مظاهر التعاون موضوع الموقف من الحرب الروسية الأوكرانية اللي يعتقد أزمة ومكن تقعد معنا فترة شوي الله العالم بها ولها مظاهر خطيرة من مظاهر أزمة الغذاء تعرف روسيا والأوكراني من أهم مصدر القمح وزيوت الطعام في العالم وكذلك يعني النفط الروسي والغاز الروسي ومع ذلك لم يختلف الموقف اللي هو أقرب إلى الحياد أو نقول بحث عن مصالح أكثر يعني مصالحنا الذاتية قديش هي مع الروس أكثر مع أمريكا أكثر في النص أكثر يعني ننطلق من رؤية ذاتية لمصالحنا هو الحكمة التي تغتضيها والتي ارتأت تقيادة البلدين الحكمة أن لا تعتمد مثل ما أنت تعمل على تنويع مصادر مصادر اقتصادك مصادر دخلك أيضا تنويع تحالفاتك على مستوى العالم اليوم مثل ما تعرفون ربما المتغيرات السريعة التي تحدث في الإدارات الأمريكية على آخر ربما جعلها من الدول في المنطقة تتجه إلى الصين تتجه إلى روسيا تتجه إلى هذه الدول لفتح شركات يعني شركات اتصادية ولا ننسى أن هناك كان فيه اتصال بين الشرق والشرق الأوسط في المنطقة من خلال طريق الحرير التاريخي يعني المعروف من خلال هذا الطريق التجاري وبالتالي يعني الحكمة اختضت أن يكون هناك يعني فتح شركات جديدة مع هذا العالم وهذا ليس جديد ربما اليوم يعني فيه يعني تعامل مباشر مع اقتصاد مثلا الصين مع اقتصاد اليابان وما شابه ذلك والأسباب التي أدت أو الأسباب التي أدت إلى هذه الحروب يعني أو هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما جعل يعني يعني ما بنقول الأمريكان مثلا يعني سهلوا هذه الحرب أو دفعوا بالدولة الأوكرانية في الدخول في هذا المأزق ولكن يعني ولكن هذا جعل أيضا أن يعني روسيا تميل أكثر إلى الصين يعني هو الحليف الطبيعي العدو الأكبر الذي تخشاه الولايات المتحدة اللي هو الصين في نهاية المطب صحيح بس أنا فيه شغلة أحس أنه لازم تنقال حشان نكون يعني ألمينا بالعناوين العامة وأعتقد سؤال مطروح لدى البعض هل التحالف أستاذ منيف لو أنا أريد أن أتحالف معك أو مؤسس أتحالف مؤسس شركة بلد مع بلد هل يعني التطابق مئة بالمئة في كل السياسات والمواقف أو يعني شيئا آخر ما معنى التحالف أو أنا سميه التكامل أو التكامل التحامل العلاقة بين الرياض وابوظبي انتقلت إلى التكامل تعني زيادة حجم مساحة التفاهمات وتقليص مساحة التباين أنا هذا اللي يفهم بسرعة نشير إلى النقطة أيضا بالنسبة لأوبك بلس ما قدمته الرياض وابوظبي حفظ العهود بعيدا قبل المصالح وقبل أي شيء نحن التزمنا في أوبك بلس من 2016 استمرنا فيه وسيبقى إلى ديسمبر 2022 الأمر الثاني نرى التكامل في السياسة الخارجية الرياض لم يعد فقط شركاء الاستراتيجية الرياض لواشنطن ولندن وباريس أصبحت موسكو وبجين وليود له وعلى ذات النسق أبوظبي ولاحظ الرياض وأيضا أبوظبي لا يبدلون الشركة استراتيجية بشركة آخر تكامل واشنطن ليست بديلا عن موسكو عن موسكو ولا عن الصين فهذا التكامل أيضا أنا لم أرى تماثلا في المواقف الاستراتيجية كما يحدث وبالذات إذا أخذناه لأنه أكثر حقبة مرت على العالم العربي حقبة التثوير ما يسمى الربيع العربي هناك تكامل في المواقف إذن لأن الوقت دهمنا إذن التكامل كما تفضل أن تسميه أو التعاون الاستراتيجي أو التحالف لا يعني أنني نسخة كربونية في المواقف لأن في النهاية حتى أنا هذا رأي طبعا ممكن أن أصادر الرأي على آخرين في آخرين يقولون غير ذلك لكن أنا أعتقد أن قوة أي تعاون أو تحالف هو في تنوعه الداخلي صحيح ولا لا يا أستاذ حمد بالضبط في التنوع الداخلي وليس أن تتأمل نحن تكلمنا عن المراحلة التاريخية ربما في مرحلة الشيخ زايد والملك فيصل ومن ثم مرحلة الأخيرة في الشيخ خليفة رحمة الله عليه والملك والآن أيضا نتكلم عن مرحلة جديدة يعني مرحلة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يعني هو يعني الذي يمتلك يعني من يعني هو ربما صانع مقاوية الإمارات الذي يعمل على تخطيط لخمسين سنة لمستقبل دولة الإمارات وربما أيضا يعني هنا يعني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لديه رؤية 20-30 فهذا تطابق أيضا في وضع يعني تحقيق الرفاه وتناغم في الرؤى وتناغم وتناغم إذن التكامل هو الصيغة المثلة والصحية وليست التناسخ الكامل لأنه هذا يلغي كل هوية قائمة بذاتها فيصبح الأجمل أن تتكامل هذه الهويات استاذ منيث الوقت يدهمنا بشكل سريع أعتقد أيضا التركيز على محور الاعتدال الرياض القاهرة أبو ظبي مهم بالاستقرار للعمل والقرب العربية إذن في نهاية هذه الندوة النقاشية أشكر أستاذ حمد عن نناك حمد الكعبي رئيس تحرير جريدة الاتحاد من الإمارات وأيضا الأستاذ منيث عماش الحاربي الكاتب المحن السعودي وأشكركم على كرم متابعتكم ومنحنا هذه الدقائق من الإصغاب إلى ندوة أخرى مع السلامة